التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية سيد أحمد أبو الغيد بوزير خارجية فلسطين رياض المالكي بحث الاجتماع وضع آلية لتنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالجزائر والخطوات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات إلى جانب تحديد الجهات المعنية بالتنفيذ وتحديد فترة زمنية لتنفيذ هذه القرارات نحن وضعنا خارطة طريق تشمل كافة تلك القرارات كل على حدة مع وضع بعض التصورات حول آليات التنفيذ الخطوات المطلوبة من هي الجهات ذات الاختصاص المطلوب أن تعمل على تنفيذ تلك القرارات والفترة الزمنية المطلوبة لكي يتم تنفيذ مثل تلك القرارات وهذا كان اجتهاد خاص من قبل دولة فلسطين وضعناه أمام الأمانة العامة للتعفاعل معه والتعاطي معه كان هناك ردود فعل إيجابية تم تقدير ذلك بشكل كبير وعالي من قبل الأمين العام وبعد ذلك دخلنا بالتفاصيل فيما يتعلق بالبنود المرتبطة بمشاريع القرارات ونقشناها بشكل مهني بشكل مسؤول وبشكل كبير والحمد لله توصلنا إلى صيق حول كيفية وآليات التنفيذ سوف تتابع بعثة دولة فلسطين لدى الجامعة العربية مع الأمانة العامة تنفيذ كل ما تم التوافق عليه